صغيرة الحجم شبه صامتة لا تلتقطها الرادارات وتصعب اصابتها بالمدافع الرشاشة العين الخارقة لمدفعية وصواريخ جيش القيصر بوتين رصدت مئات الاهداف جنودا وآليات ومجنزرات عسكرية وحولتها لكرات من اللهب اظهرت قدرات تتخطى اخطر الاسلحة الثقيلة في ساحات المعارك الاوكرانية يطلق عليها خبراء الاسلحة الروس اسم السقر لقدرتها الفائقة على تتبع الاهداف والتربص لها في هذا الفيديو عزيز المشاهد نستعرض لك مراجعة تفصيلية لطائرة السقر اورلان عشرة اخطر اسلحة بوتين التي دمرت نصف جيش اوكرانيا كيف تقتل طائرة السقر اهدافها عند تحويل اورلان عشرة الى طائرة انتحارية يتم تجريدها من كافة الانظمة والمستشعرات والحساسات والابقاء على احدى الكاميرات الرخصة والتقليدية كالتي يستخدمها مصور الشوارع الهدف من ذلك كله تخفيض وزن الطائرة ويفسح المجال لحمل ذا خائر لا يتجاوز وزنها تسعة كيلوغرامات وهذه الكمية قادرة على تدمير او تعطيل رادارة منظومات دفاع جوية ومحطات اتصال ورجمات ومدافع وخلق ثغرات عالية الحساسية تسمح للقوات الروسية بتجاوز اي عقبات تواجهها يستغرق تحويل اورلان كاميكازي وتذخيرها عشرين دقيقة فقط كما يمكنها حمل احد عشر قنبلة خفيفة مثل قذائف الهون من عيار اثنين وستين ملي متر وملاحقة تجمعات الافراد والقائها فوقهم او ملاحقة المركبات المدرعة والشاحنات والسيارات العسكرية واعطابها كما اظهرت المئات من مقاطع الفيديو التي تبثها وسائل اعلام الروسية بشكل شبه يومي نظرة عميقة على البدن والتصميم الهندسي عند النظرة الاولى لشكل وتصميم المسيارة اورلان عشر يتبادل لذهنك انها طائرة بسيطة وقديمة بدن صغير الحجم ومجنحان مستقيمان ومحرك توربيني صغير كانها احدى طائرات الحرب العالمية الثانية اليس كذلك يبلغ طول الطائرة مترين وعرض الجنحين ثلاثة فاصل واحد متر ووزنها فقط ستة عشر كيلو جراما شاملة التجهيزات التقنية هو قود المحرك المحرك ذي الاستوانة الواحدة والمربوط بتوربين ذي شفرتين موفر للوقود بشكل لا يصدق حيث تكفي سبع لترات لقطع مسافة الرحلة ذهابا وايابا تبلغ سرعتها القصوى مائة وخمسين كيلو مترا في الساعة والنطاق العمليات يصل الى ستمائة كيلو متر وزمن التشغيل احد عشر ساعة متواصلة واقصى ارتفاع يبلغ ستة الاف وستمائة متر يتم اطلاقها بواسطة منجنيق ارضي او محمول على عربة النسخة التصديرية من اورلان عشرات تأتي بذات الابعاد لكن بقدرات اقل من حيث السرعة التي لا تتجاوز مئة وعشرة كيلو متر في الساعة والنطاق التشغيل ثلاثمائة كيلو متر وثماني ساعات عمل فقط وبارتفاع خمسة الاف متر فقط هناك نسخة مخصصة للعمل مع الروبوتات الروسية القتالية تأتي بذات القدرة لطائرة الجيش الروسي لكن بتعديلات على الاجنحة التي يمكن ثنيها وتخزين الطائرة في منجنيق اطلاق مغلقة اشبه بصبطانة مدفع مربعة الشكل وفي جميع النسخ تتم استعادة الطائرة الغير مخصصة للهبوط على الطرق او المدرجات بواسطة مظلة صغيرة يتم فتحها واغلاق عمل المحرك لتتساقط شاقوليا فتعمل طائرة الصقر تعمل اورلان عشرة على ادارة وتوجيه نيران فرق المدفعية والصواريخ الروسية كعنصر اساسية من هذا السلاح حيث توفر هذه الطائرة نقلا مباشرا للمواقع ولتحركات الاهداف المعادية كما يستطيع طاقم المدفعية تصحيح المعطيات لتحقيق اصابات دقيقة ومنذ العام الفين وسبعة عشر ترافق مسيرات اورلان تسعة وعشرة طواقم راجمات سميراتش واورغان وتحمل اجهزة اسقاط شعاع الليزر لقذائف كراسمبول للمدافع الروسية التي تستخدم ذخائر مائة وخمسة وخمسين مليمتر كما تستطيع اورلان عشر اختراق الموجات الراديوية عالية التشفير والتنصة على اتصالات العدو وتستطيع حجب الاشارة والتشويش عليها وقد تسببت في تفريق وصال الكتائم الاوكرانية عن بعضها البعض وقطع الاتصالات فيما بينهم مما جعل فرصهم في الانسحاب ومؤزرة بعضهم والتقدم معدومة بشكل كامل وعلى غرار المهام السابقة تقوم اورلان عشر باجراء دوريات جوية ومراقبة خطوط التماس للقوة الروسية او للعدو ونقلها بشكل مباشر الى غرف العمليات لمواكبة اي تغيير في الميدان ويمكنها حمل ذخائر صغيرة وخفيفة ومحدودة للغاية لكن كما اسلفنا اصبحت هذه الطائرة العين الخارقة للقوة المدفعية والصاروخية وبذلك تشكل خطرا اكبر من قدرتها على حمل الصواريخ والقنابل اضافة لقابلية استخدامها كطائرة انتحارية كمكازي بحمولة فتاكة وسرعة عالية ودقة مقطوعة نظير منظومة الطائرة المسيرة اورلان عشرة تتكون من مركبة جوية مسيرة وانظمة اطلاق واستعادة ومنظومة سيطرة ارضية وتختلف باختلاف المهام الموكلة للطائرة ويمكن للطائرة اورلان عشرة ان تحمل كاميرا خفيفة للتصوير النهارية وكاميرا تصوير حرارية وكاميرا فيديوية باعث الراديوية بود كاميرا متوازن بالجيروسكوب اسفل بدن الطائرة هذه المجموعة من الكاميرات يمكن ان توفر صورا استخباراتية خرائط ثلاثية الابعاد وتوفر امكانية المراقبة والاستطلاع الجوية للاهداف الارضية جميع الصور والفيديوهات والمعلومات التي يتم التقاطها بوسطة كاميرات الطائرة اورلان عشرة يتم تجميعها وارسالها الى منظومة السيطرة الارضية بنفس الوقت عن طريق وصلة معلومات داتا لينك يمكن للطائرة ارسال المعلومات بمدن يتراوح بين مائة وعشرين حتى ستمائة كيلومتر من منصة الاقلاع وبامكان منصة الاقلاع تشغيل اربع طائرات في ذات اللحظة ويمكن لطاقم التشغيل رسم مسارات الطائرة وتركها تعمل اوتوماتيكيا لا يمكن انكار دور اورلان عشرة في الحرب المشتعلة بين روسيا واوكرانيا فهذه الطائرة توفرت للقوات الروسية رؤية وبيانات مواقع لجميع تحركات وانشطة الجيش الاوكرانية هذه المسيرة كانت بمثابة عمل الروسي داخل كل عربة عسكرية اوكرانية وفي محيط كل معسكر وغرفة عمليات وكانت ترسم خرائط التحصينات الاوكرانية لحظة بلحظة خلال عمل الجرافات عملت اورلان على شكل ازواج تتباعد عن بعضها البعض مسافة مئة وثمانين درجة وتدور بذات المسافة والسرعة في ذات الاتجاه فوق مناطق العمليات مما حرم على القوات الاوكرانية استهداف اي منها لان الاخرى ستقوم برصده على الفور عملت ايضا على شكل ازواج لكن بطريقة مختلفة حيث كان طاقم التشغيل يرسل طائرة اورلان عشر تجسوسية ويبقي على طائرة اورلان عشر مذخرة جاهزة للاطلاق وما ان تعثر الاولى على صيد ثمين وهدف لا يمكن توفيره حتى يتم اطلاق اورلان المذخرة لتنقضى عليه وتدمره خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشر دقائق التاريخ التشغيلين دخلت اورلان عشر الخدمة في العام الفين وعشرة واصبحت المسيرة الاكثر استخداما في الجيش الروسي بالنظر لتكاليف انتاجها التي لا تتجاوز ستة الاف دولار امريكية ونظرا لسهولة تشغيلها واستخدامها دون تدريبات شقة شاركت اورلان في صراعات عديدة قبل دخولها الميدان الاوكراني حيث استخدمتها القوة الروسية العاملة الى جانب قوات نظام الاسد في سوريا منذ العام الفين وخمسة عشر وحققت فارقا ملحوظا في العملية العسكرية لصالح مشغليها على حساب فصائل الثورة السورية وحاربت الى جانب ارمينيا ضد الجارة اذربيجان خلال معارك العام الفين وعشرين والصراع على اقلم ناغورو كارباخ حصلت عليها قوات العقيد الليبي خليفة حفتر في الفترة ذاتها ضمن حزمة مساعدات عسكرية روسية تكفلت دولة الامارات العربية بتسديد ثمنها لمحاربة حكومة الوفاق في طرابلوس العاصمة وانت عزيز المشاهد ما تقيمك للمسيارة اورلان عشرة? وبرأيك هل هي قادرة على تغيير مسار الحرب الاوكرانية? اخبرنا في التعليقات.